بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم أعزائي الطلاب ونصحبكم معنا في درس من دروس الثالث ثنوي المستوى السادس للمسار الإنساني الفصل الدراسي الثاني لمادة القراءة والتواصل اللغوي أربعة وموضوع الدرس هو الوحدة القرائية سنتناول إن شاء الله القراءة السريعة والقراءة الإعلامية ننطلق على بركة الله أهداف الوحدة تطبيق استراتيجيات القراءة المتعمقة لزيادة التركيز والفهم تحليل نصوص الأدبية فنيا ومعنويا وبلاغيا تقرأ بسرعات مناسبة بحسب الهدف من القراءة ونوع المقروء تتصفح الكتب والمقالات والأنترنت بكفاءة عالية تستخدم التعليقات والتلخيصات والخرائط الذهنية لزيادة الفهم والاستيعاب كذلك تستنتج التلميحات غير المصرح بها والمعاني العميقة في النصوص التي تقرأها تحليل لغة الإعلام وأساليب التأثير المستخدمة فيها كذلك توظف مهارات التفكير الناقد للنصوص المقرؤة أو المسموعة وأخيرا تحكم على مصداقية المعلومات والأفكار بناء على معايير الدقة والموضوعية موضوعات الوحدة القرائية تناولنا في درس سابق القراءة المركزة للاستذكار وبيننا من خلال هذا الدرس أهداف القراءة وكذلك الخطوات الأربع للقراءة المركزة بعد ذلك تناولنا قراءة النصوص الأدبية وبينا الأدوات التي تعين القارئ لقراءة النص الأدبي وكذلك عمليات القراءة الأدبية وخطوات القراءة الأدبية بعدها تحدثنا عن القراءة التحليلية الناقدة وبينا مستويات الفهم وكذلك مهارات القراءة الناقدة واليوم نتحدث عن القراءة السريعة والقراءة الإعلامية القراءة السريعة ماذا نقصد بالقراءة السريعة؟ القراءة السريعة هي القراءة الذكية التي تمزج بين جميع مهارات القراءة المتبادلة للتركيز والفهم والاسترجاع والنقد للمعلومة مع المرونة والسرعة والكفاءة في الأداء القرائي القراءة السريعة تساعد القارئ على الملاحقة السريعة لكل ما يدور حوله كذلك تساعده على السيطرة على حجم الأوراق ومصادر المعرفة حوله أيضا القدرة على فرز السريع للمعلومات والتركيز على ما يحتاج إليه كيف تطور من سرعة القراءة؟ ربما بعضكم يتساءل يريد أن يطور من سرعة القراءة ونقول أولاً لا بد أن يكون لديك رغبة صادقة في تطوير سرعة القراءة والرغبة دائماً هي الأساس في تحقيق أي هدف كذلك تعلم الوسائل والأساليب المتبعة للقراءة السريعة أيضاً مواصلة التدريب على هذه الأساليب الجديدة للقراءة وأخيراً الصبر على الصعوبات التي ستظهر في بدايات تعلمك محددات السرعة أولاً مستوى الفهم المراد بلوغه وهي درجة عمق الفهم التي يريد القارئ أن يصل إليها وبينا هناك المستويات الفهم المستوى الحرفي وهو فهم ظاهر النصي ومنطوقه أو ماذا يقول النص وكذلك الفهم التفسيري وهو أعمق من الحرفي وفيه يقوم القارئ بتفسير المقروء وتحليله واستخلاص النتائج منه أما الإبداعي والنقدي فهو أعمق من الفهم التفسيري وفيه يحكم القارئ على معلومات النصي وأسلوبه وبنائه ويميز فيه بين الحقائق والآراء أما المحدد الثاني من محددات السرعة فهي كمية المعلومات في النص فحجم المعلومات الموجودة في النص كلما ازدحم النص بالمعلومات احتاج القارئ إلى التأني والبطء كذلك درجة أهمية المعنى وهنا سؤال ما الذي سيحدث لو لم أحصل على المعلومة كلما كانت المادة المقروعة أكبر أهمية كان القارئ محتاجا إلى قدر أكبر من التأني والبطء والتكرار لماذا؟ للحصول على فهم أعمق وأدق فالمقرر البدرسي لأداء الاختبارات لا يمكن مقارنته بقراءة ديوان من الشعري للمتعة والتسلية كذلك من محددات السرعة درجة صعوبة المادة المقروعة وهنا متى تكون المادة المقروعة سهلة القراءة ومتى تكون صعبة القراءة تكون المادة سهلة بالنسبة للقارئ الذي يتمتع بثقافة عالية وكذلك حسن التنظيم للنص وأيضا جمال أسلوب الكاتب وتكون صعبة إذا كانت ثقافة القارئ ضعيفة وكذلك نص سيء التنظيم وركيك الأسلوب أخيرا الزمن المتاح إذا علمت مثلا بالاختبار قبل وقته بساعة واحدة فسوف تكون سرعة القراءة أضعاف سرعة حين تعلم قبله بثلاثة أيام وهذا المقصود بالزمن المتاح نأتي الآن إلى أنواع القراءة السريعة أنواع القراءة السريعة هناك قراءة التمشيط وقراءة الانتقاء وقراءة التصفح والاستطلاع وقراءة النصوص الوظيفية وآخيرا القراءة على شبكة الانتر ريت ما أهداف هذه القراءات وما أهم مصادرها واستراتيجياتها نبدأ أولا بقراءة التمشيط أهدافها البحث عن معلومة معينة أو البحث عن معنى مفردة أو البحث عن تعريف مصطلح أو البحث عن رقم هاتف ما هي المصادر التي تعتمد عليها قراءة التمشيط تعتمد القراءة التمشيط على المعاجم والموسوعات في البحث عن معاني المفردات وكذلك الكتب والمجلات والأدلة أما الاستراتيجيات المتبعة في قراءة التمشيط فهي البحث بالحرف الأول من الكلمة والبحث بالعنوان والقفز فوق الكلمات والجمل القراءة الثانية وهي قراءة التصفح وأهدافها أخذ انطباع عام واقتناء كتاب أو إبداء رأي سريع أو التمهيد للقراءة المركزة وأهم المصادر التي تعتمد عليها قراءة التصفح هي الكتب والصحف والمجلات أما الاستراتيجيات فهي قراءة مطلع فقرات المقدمة وكذلك فحص الأشكال والرسوم وقراءة الفهارس وقراءة مطلع الفصول المهمة وقراءة أهداف أو ملخصات القراءة الثالثة وهي قراءة الانتقاء أهدافها الاستمتاع والتسلية أو الاستزادة في موضوع معين مصادرها الكتب ذات الموضوعات المتعددة الصحف والمجلات أما الاستراتيجيات التي تعتمد عليها قراءة الانتقاء فهي التصفح والانتقاء وإكمال التصفح والعودة لقراءة المنتقاء والانتقاء بحسب جودة المطالع والانتقاء بحسب الأهمية للموضوع أو للكاتب رابعا قراءة النصوص الوظيفية أهدافها أداء واجبات العمل وتحقيق المنفعة والمحافظة على العلاقات أما المصادر فهي الشكاوي والطلبات والتقارير والعروض المعملات والدعوات المقترحة أما استراتيجياتها فتكون عن طريق القفز إلى المحتوى المهم اعتمادا على أعراف الكتابة تحديد من وماذا ومتى وأين ولماذا من من هذه الشكاوي أو الطلبات ماذا يريد متى أرسلها أين مكانه ولماذا وما الهدف منها أخيرا القراءة على الأنترنت وأهدافها البحث عن معلومة معينة التصفح أو متابعة المستجدات مصادرها استخدام الحاسب الآلي والدخول على الأنترنت واستخدام خدمة البحث أما استراتيجياتها فاستخدام البحث بالاسم أو العنوان أو المفردة الأكثر أهمية حصر النتائجي وتقليلها اختيار الموقع المناسب والحكم على مصداقية المعلومة ننتقل بعد ذلك إلى استراتيجيات تسريع القراءة هناك عديد من الطرق والاستراتيجيات تساعد على اكتساب عادة القراءة السريعة ومنها القراءة الذكية ومنظم القراءة القراءة الذكية ركز وقفز كما يقفز الكنغر أما منظم القراءة فهي الطيران بالأيدي القراءة الذكية تعتمد على التركيز على الأفكار الرئيسة للموضوع والمعلومات والمفاهيم والتفصيلات أي اقتناص جوهر المعنى أما تراءة الطيران بالأيدي فهي استخدام إصبع السبابة كمنظم لحركة العين على الصطور أو استخدام القلم بدلا من استخدام السبابة عندما نريد أن نقرأ قراءة سريعة ونستخدم هذه الاستراتيجيات لا بد أن يكون هناك أمور لا بد أن نتجاهلها ونقفز عنها فما هي تقفز عن الأشياء التي تعرفها تماماً الموضوعات التي تعرفها تقفز عنها وتتجاهلها كذلك الموضوع الغامض أو المعلومة الغامضة ويصعب فهمها فأيضاً تقفز عنها وتتجنبها كذلك الشروحات التي تشرح الفكرة الرئيسة الأمثلة ما يقدمه الكاتب من أمثلة لتدعم الفكرة أو الموضوع الذي يريد أن يشرحه كذلك تبتعد عن الاستطرادات وهي الجمل التي تخرج عن صلب الموضوع وأيضاً تبتعد عن الاستدلالات التي يقدمها الكاتب كل هذه الأمور يجب أن تبتعد عنها أو تقفز عنها لكي تحقق استراتيجية القراءة السريعة هناك معينات تساعد القارئ على اقتناص جوهر المعنى فما هي هذه المعينات؟ العناوين الرئيسة والعناوين الجزئية وكذلك أعراف الكتابة من ملخصات وجداول وخلافه كذلك الجمل الإرشادية المفتاحية الدالة على الفكرة ننتقل بعد ذلك إلى القراءة الإعلامية هي أدوات تزود الناس بالمعلومات والحقائق والأخبار والترفيه أحياناً ومن أمثلة وسائل الإعلام الصحف والمجلات والإذاعة والتلفاز وكذلك شبكة الأنترنت وسائل التواصل الاجتماعي هي المدونات وهي مواقع إلكترونية يدون فيها الناس كتاباتهم ويطرحون آراءهم الشخصية كذلك المنتديات وهي أيضاً مواقع إلكترونية يلتقي فيها فئات من الناس مختصون في مجال معين ويتبادلون خبراتهم واهتماماتهم المشتركة كذلك مواقع مشاركة الفيديو وهي كذلك مواقع إلكترونية يشارك فيها الناس بمقاطع فيديو من تصويرهم أو من نقلهم وأيضاً مواقع مشاركة الصور وهي مواقع إلكترونية يشارك فيها الناس صوراً شخصية أو غيرها مما قاموا بتصويره أو نقله وأخيراً شبكات التواصل الفوري وهي مواقع يستخدمها الناس للمحادثة الفورية والرسائل الخاصة وطرح الآراء ومشاركة الأخبار والصور ومقاطع الفيديو وغيرها التضليل في وسائل الإعلام ما أنواع التضليل؟ هناك نوع يسمى الحذف أو التجاهل والمقصود به حذف بعض المعلومات أو تجاهلها في الأخبار الصحفية أو القنوات الفضائية كذلك من أنواع التضليل هو التضخيم والتهويل ويقصد به تضخيم قضية من القضايا أو مشكلة من المشكلات لتبدو عظيمة كبيرة الحجم وإن كانت عند التدقيق قليلة الأهمية كذلك الاجتزاء والاجتزاء هو اجتزاء بعض المقولات وإيرادها في غير سياقها أو إيراد مقاطع صوتية مبتورة من سياقها بحيث تعطي معاني أخرى خلاف ما قصده قائلها أما التهوين فهو تهوين من شأن قضية مهمة جدا لتحقيق أهداف وأغراض معينة أو لنيل مصالح خاصة التعتيم وهو منع انتشار بعض الأخبار في مكان أو بلد وخاصة عند الحروب والنزاعات أما قلب الحقائق فهو تصوير الضحية بصورة المجرم والمجرم بصورة الضحية أيضا من المضللات في وسائل الإعلام الكذب والكذب هو نشر الأكاذيب وتلفيق الأخبار غير الحقيقية لخدمة جهة أو مجموعة من الناس ضد جهة أو مجموعة أخرى القولبة والتنميط والمقصود به وضع فئة من الناس أو الحوادث في قوالب عامة جامدة بدوافع من مواقف عاطفية أو أحكام متعجلة والحكم على جماعة أو فئة اجتماعية أو شعب معين بأحكام وصفات عامة غير صحيحة بسبب موقف شخصية أو حوادث فردية الانتقاء وهو اختيار الأخبار أو الأحداث التي تخدم مصلحة جهة ما وإغفال ما عدا ذلك وكذلك التلاعب بالصور وهو التقاط الصور الفوتوغرافية من زاوية معينة توحي بمعاني أخرى غير حقيقية أو التلاعب بمضمونها بالحذف أو الإضافة لتعطي انطباعا مخالفا للحقيقة أخيرا استخدام الانطباعات المجردة وهو بث آراء مضللة تعتمد على الانطباعات المجردة دون أن تستند إلى دلائل واضحة وقد تستند أحيانا على استطلاعات للرأي غير ممثلة للمجتمع ما أو إحصاءات غير دقيقة قراءة المقال الصحفي ما المقصود بالمقال الصحفي؟ هو نوع من أنواع الكتابة الصحفية يعبر فيها الكاتب عن آرائه وتجاربه ومواقفه الشخصية والخاصة وقد يتضمن حقائق علمية أما أسلوب المقال فهو سهل واضح يفهمه جميع القراء على اختلاف مستوياتهم التعليمية والاجتماعية أما أنواع المقال فهناك المقال السياسي وكذلك المقال الاجتماعي والثقافي والأدبي والنقدي والفني والاقتصادي والرياضي ما خطوات تحليل المقال؟ تحتاج دراسة المقال الصحفي وتحليله وتقويمه إلى خطوات فما هي؟ أولا لا بد من تحديد الفكرة الرئيسة للمقال ثم بعد ذلك تحديد طبيعة المقال من حيث الموضوعية أو الذاتية الأدبية أو العلمية والتفسيرية أو الوصفية أو الجدلية ثالثا دراسة أسلوب الكاتب وذلك بالنظر في صحة المفردات والتراكيب التي استخدمها لغويا ونحويا وإملائيا أيضا تأمل العناصر البلاغية التي استخدمها من استعارات وتشبيهات وصور رابعا الحكم على المقال وتقويمه من حيث وضوح الفكرة وسلامتها ودقة المعلومات وصحتها ومدى الاقتناع والتأثير في القراء ومدى صدق الكاتب وموضوعيته بعد ذلك ننتقل إلى قراءة الخبر الصحفي الحدث وصاحب الحدث ومكان الحدث وزمان الحدث وكيفية حدوث هذا الحدث وأسباب حدوث هذا الحدث هذه ماذا تسمى؟ عناصر ماذا؟ هي العناصر الأساسية في الخبر الصحفي ما هي عناصر الأساسية في خبر الصحفي؟ هي الحدث وصاحب الحدث ومكان الحدث وزمانه وكيف حدث هذا الحدث وأسباب حدوث الحدث الإلمام باللغة وقواعدها وأساليبها السهلة الواضحة المصداقية في نقل الأخبار والتثبت من صحتها وتحر الموضوعية والدقة ماذا تسمى هذه النقاط؟ هذه توضح ماذا؟ توضح مطالب كتابة الخبر الصحفي فلابد من الإلمام باللغة وقواعدها وأساليبها السهلة الواضحة المصداقية في نقل الأخبار والتثبت من صحتها وتحر الموضوعية والدقة قراءة الخبر الصحفي أجزاء التحقيق الصحفي يتكون من مقدمة وجسم التحقيق والخاتمة فالمقدمة هنا تشتمل على تمهيد للموضوع وتحديد لأهم الأسئلة التي يجيب عنها أما جسم التحقيق فيتضمن عرض جميع زوايا الموضوع بالإجابة عن أسئلته التفصيلية أخيرا الخاتمة تشتمل على خلاصة محاور الموضوع وما توصل إليه محور التقرير بهذا الشكل نكون قد انتهينا من الوحدة القرائية وننتقل الآن إلى تدريبات بسيطة لنراجع ما سبق أن تعلمناه نبدأ بالسؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي قراءة من أهدافها البحث عن معلومة معينة ماذا تسمى البحث عن معلومة معينة ونسميها قراءة التمشيط قراءة من استراتيجياتها فحص الأشكال والرسوم هل هي التمشيط أم التصفح أم الانتقاء والإجابة هي التصفح من محددات سرعة القراءة هل هو التهجي أم بطء الانتقال أم درجة أهمية المعنى بالتأكيد درجة أهمية المعنى تصوير الضحية بصورة المجرم والمجرم بصورة الضحية ماذا يسمى هل هو كذب أم قلب الحقائق أم التعتيم والإجابة الصحيحة وقلب الحقائق من المعينات التي تساعد القارئ على اقتناص جوهر المعنى وهذا تعلمنا في استراتيجيات القراءة السريعة من المعينات ما هي الأشياء أو الأمور التي تعين القارئ على اقتناص جوهر المعنى هل هي الشروحات أم الرسوم والجداول أم الاستدلالات وبالتأكيد الرسوم والجداول أربط كل نوع من أنواع التضليل الإعلامي بالتوضيح المناسب له التعتيم هل هو تصوير الضحية بصورة المجرم أم منع انتشار بعض الأخبار أم اختيار الأخبار التي تخدم مصلحة جهة ما ما الإجابة المناسبة؟ هي منع انتشار بعض الأخبار في مكان أو بلد ما الانتقاء هل هو تصوير الضحية بصورة المجرم؟ أم اختيار الأخبار؟ بالتأكيد الإجابة هي اختيار الأخبار التي تخدم مصلحة جهة ما وأخيرا قلب الحقائق وهو تصوير الضحية على بصورة المجرم والمجرم بصورة الضحية أكمل الجدول التالي بكتابة أجزاء التحقيق الصحفي حسب المضمون المناسب له ذكرنا قبل قليل أجزاء التحقيق الصحفي ثلاث منها ما يمهد للموضوع ويحدد لأهم الأسئلة التي يجيب عنها ونسميه المقدمة كذلك الجزء الثاني يتضمن عرض جميع زوايا الموضوع بالإجابة عن أسئلته التفصيلية ويسمى أحسنتم جسم التحقيق وأخيرا تجتمل على خلاصة محاور للموضوع وما توصل إليه محرر التحقيق وتسمى الخاتمة في الختام تعلمنا اليوم وختمنا الوحدة القرائية وتطرقنا إلى القراءة السريعة وبينا أنواع القراءة السريعة وهي قراءة التمشيط وقراءة التصفح وقراءة الانتقاء وقراءة النصوص الوظيفية والقراءة على الأنترنت وبينا هدف كل نوع من هذه الأنواع وكذلك استراتيجياته وأيضا تحدثنا اليوم عن القراءة الإعلامية وبينا وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك أنواع التضليل في وسائل الإعلام وقراءة المقال الصحفي والخطوات التي من خلالها نحلل المقال الصحفي وأيضا كذلك قراءة الخبر الصحفي والتحقيق الصحفي نشكر لكم حسن استماعكم إلى أن نلتقي في درس قادم نستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته